لأهل مبارح لعب مباراة ودية وبدأت شوية حاجات حلوة كده تطلع في منام أحيان أبيض أسلم بيلعب كريم ندريد بيلعب إمام عشور بيلعب فالأمور كانت جميلة يعني شفت المباراة زي مبارح أول حاجة نتكلم على إنه الأهل بياخد تجربة هي المباراة الوحيدة للاعبة في معسكر واللي بين المناسبة كان معسكر ناجح جدا الرجل مارسل كولارك الراضي تماما عن المعسكر عن الأجواء عن العزل بتاع اللعبة اللي كان حاصل الفترة لها الأسف ونسبة العزل اللي ما يجي الحلقة النهاردة كنت بعمل تلفونات هناك وبتاع بيقول لك هناك أنت قاعد لوحدك صح لا فيه حاجات ترفيهية ولا فيه زار ولا فيه داعك واخده يوم واحد بس نزل وسط المدينة حتى وسط المدينة بيقول لك ما يعني ما فيش خروج دنيا هادية جدا دنيا هادية اللي هو معسكر تركيز جدا يعني فوضح إن الرجل يخترر المكان اللي هو عارف إنه ده يبقى فيه تركيز جامل جدا هو عارف المكان كويس جدا ما سمحش حتى باللعبة إنه تخرج بره إطار المعسكر من الأساس حتى يعني فيه ما يتعلق بالترفيه داخل المعسكر عشان اللعبة ما تزهقش كان جوه المعسكر صح خرجوا يوم واحد بس عملوا تسوق يعني ورجعوا تاني على المعسكر ده يوم وحيد الرجل راضي تماما عن الفترة اللي أضعها راضي تماما عن المعسكر لأنه كان بياختياره مر بقى في المباراة نفسها وما قبل المباراة هو كان مجبر على شكل معين على عدد معايد من اللعيبة فيه لعيبة كتير ما كانتش متاحة بالنسباله سواء اللعيبة اللي انضمت للمنتخب الوطن بنتكلم على 10-11 لعيب ده غير المصابين بنتكلم على رباع المنتخب الأول بنتكلم على ثلاثي المنتخب الأوليمبي بنتكلم على الثلاثي المحترف اللي راح لي فرقهم وبنتكلم على اللعيبة المصابة اللي ما كانتش متاحة بالنسباله زي كريم فؤاد زي أكرم زي عمر السلية زي محمود متولي فبتكلم عن الراجل فقط 15 لعيب قبل ما يلعب المباراة لكن في النهاية يبقى مارسل كولر هو مارسل كولر نفس الشكل نفس السياق نفس الرتم ونفس الإقاع اللي بيلعب به كل اللاعبين وده ودي الميزة دايما اللي عنده مارسل كولر دايما الأهل عنده شعار الأهل بمن حضر لكن مارسل كولر هو بيطبق الشعار بعد على الأرض مش مجرد أنه شعار ومش مجرد أنه مباراة حتى في التمرين هو بيعتمد على اللاعبين وتوظيف اللاعبين والقدرة على أنه يطلع من اللعيبة أفضل شيء فأنا بالنسبة لي كان في بعض اللقطات المضيئة جداً جداً في هذه المباراة يمكن هبتدي بكهرباء نجيب الجنة الأول أجد نستعرضتهم بارح لكن خلينا نجيب الجنة الأول ويبقى المهاجم حتى هذه اللحظة لأنه هنيجي بعد شوية نتكلم عن قصة المهاجم مصطت لحد فين لكن يبقى المهاجم الأول عند مرسي الكولار حتى اللحظة اللي أنا أكلمك فيها دي واللاعب الأكثر فعالية هو محمود عبد المنام كهرباء هو أكتر لاعب بيدي للرجل اللي هو عايزه وعايز لما يجي لك كورتين تسجل واحدة عايز أنه دايماً يبقى المهاجم بتاعه قادر أنه لما يجي له واحدة يعني خليناً أقول لك أنا إيه اللي أصده دلوقتي كهرباء في الشوط الأول هو رجل الشوط الأول بكل المقاييس رجل بالمعنى الإيجابي والسلبي لتنم مع بعض كهرباء ده الهدف اللي سجله لأ نوقف هنا بقى يعني وقف هنا بس وقف هنا بقى وقف هنا بص دايماً بيدور على المساح كهرباء ودي ميزة كهرباء لتحركات جول 18 والقدرة على الإنهاء بشكل ممتاز كمل 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 ماشي على سرعتها ووقف أو قبل ما الرجل استلم الرجل استلم هو محدد يا كريم واخد القرار ودي المشكلة الوعي والقرار اللي عند كهرباء هو اللي ميدي لكولر الثقة الميزة مش المشكلة اه لا ما بقولك دي الميزة اللي عند كهرباء اللي مخليها الرجل بيثق فيه تماماً اه فيه واجبات وادوار تانية ليه المهاجم ما بيعملهاش كهرباء لكن دي الميزة اللي مخليها الرجل ده رقم واحد بالنسبة طيب فكهرباء في الشوت الاول ده عمل ثلاث حاجات هو سجل هدف اضاع انفراد واضاع راكل الجزاء فهو كان رجل الشوت بكل المقاييس لكن يبقى عشان اللعيب هو اللي بيروح هو اللي بينفرد وهو اللي بيصنع وهو اللي بيسجل فده يقولك انه اهمية كهرباء عند الرجل وده هيرجعنا في النهاية يقولك ان الكهرباء ده مقوف ست مباريات في بداية الدولي وما اقدرش ان انا اعتمد عليه وصلاح محسن بس فيما يتعلق بما هو القادم لما ديجي لقصة المهاجم